أعلنت أفغانستان أنها سلمت جارتها باكستان أدلة تفيد بأن المسلحين الذين نفذوا مؤخرا سلسلة من الهجمات في كابل تم تدريبهم على الأراضي الباكستانية وقال وزير الداخلية الأفغاني ويس أحمد برماك أنه تم تقديم هذه الأدلة في اجتماع عقد في إسلام أباد وكان بحضور رئيس جهاز الاستخبارات الأفغاني فضلا عن كبار مسؤولي الجيش والاستخبارات الباكستانيين